بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هواة الزراعة قصتنا الزراعة بالعولة التجربة نكحة الحمد لله زراعة مسك الليل زي ما حضرتكوا شايفين كده في التربة عادية أو في الأرض العادية خالص ما فيش أي إضافات ما فيش أي حاجة ما استخدمناش أي هرمونات كل اللي عملناه احنا جبنا عقلة من نبات مسك الليل في حدود من 15 لخمسة وعشرين سنتي مثلا في حجم معقول يعني عقلة طرفية اللي هي في آخر الغصل أو العقلة اللي تحت منها بشوية يعني أنت مثلا جبت غسط من النبات وكل اللي عملته قطعته في عقل في حدود 15 لخمسة وعشرين سنتي وغرسته في الأرض وانتظر كل ما تليه الأرض جفت عليها هترويه وغير كده هتسيبه شريت عليه مثلا الدنيا مضطرت كلام من ده كله بيفيده مفيش أدنى مشكلة هيتحمل يعني مثلا لو جفاف لمدة كام يوم عادي بعد كده هترويه تاني مفيش أدنى مشكلة خالص زي ما حضرتكم شايفين فرق الورق الورق الجديد من الورق القديم كل ده نموه في النبات بسم الله ما شاء الله نسبة نجاح تتجاوز تتجاوز 90% بدون أي مجهود ليه تشتري مسك الليل ازرع بنفسك واهد صحابك واعمل اكسار لنباتات اللي عندك هتجيبه من عند حد صاحبك هت عندك انت نبات أم هتقطع منه وتزرع وربنا هيبارك ان شاء الله زي ما حضرتكم شايفين اوقات على كل نوع زرعين عقل طرفية و عقل تانية عالية وكلها بسم الله ما شاء الله بنسبة نجاح كبيرة جدا الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله ربنا يكرمكم انتوا كمان وبدون أي إضافات او أي مجهود الحمد لله رب العالمين وكمان جربنا نزرع في الكياس كان فيه واحدة هنا وطبعا فقدت لكن الباقي بسم الله من شاء الله حالته كويسة جدا وما فيه أدنى مشكلة فيه وده يا جماعة نزرع سلوب عام يعني مش مش شرط مسك الليل بس لا في أي حاجة جرب وان شاء الله ربنا هيكرمك وتلاقي ناتجة كويسة ان شاء الله اشكركم والسلام عليكم ورحمة وبركاته اشتركوا في القناة